يشارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعات قمة أفريقيا للمناخ التي تستضيفها كينيا على مدار يومي الخامس والسادس من سبتمبر الجاري تحت عنوان تحفيز النمو الأخضر وحلول تمويل المناخ لأفريقيا والعالم وذلك بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات ورؤساء المنظمات الدولية وكان في استقبال مدبولي في مطار نيروبي السفير وائل نصر الدين عطية سفير مصر لدى كينيا وأعضاء السفارة والمكاتب الفنية ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء ثلاث كلمات خلال فعاليات اليوم الأول للقمة تتناول مختلف جوانب العمل المناخي في ضوء رئاسة مصر الحالية لقمة المناخ كوب 27